الانفجارات المباغتة والمفاجئة والغامضة تكاد لا تنتهي في الداخل الإيراني ويوم أمس كان هناك انفجارين كبيرين وهذه الانفجارين هي تمت طبعا وبكل تأكيد في الداخل الإيراني هنا كما تشاهدون هذه الأراضي الإيرانية وهي تمت في هاتين النقطتين النقطة الأولى هي تمثل طبعا قم وهذه النقطة الثانية هي تمثل شيراز دعونا نبدأ من شيراز ومن ثم ننتقل إلى قم لنرى طبيعة هذه الانفجارات التي تمت بالنسبة لشيراز تم الانفجار بهذا الشكل في إحدى ناقلات المكثفات الغاز التي ترونها بهذا الشكل بالقرب من مطار الشيراز ومباشرة أدت إلى مقتل السائق لهذه الناقلة أو هذه الشاحنة بكل تأكيد وبعد ذلك كان الانفجار أيضا الذي ظهر الآخر بهذا الشكل في قم وتحديدا في المدينة الصناعية لم يكن هناك قتلى أو جرحى ولكن على ما يبدو بأنه استهداف آخر للغاز أو للنفط كثيرة هي الاستهدافات وهذه توصلنا الانفجارات إلى مجموعة انفجارات من الجمعة الماضية إلى يوم أمس إلى خمسة انفجارات متتالية تستهدف الطاقة على مستوى عالي في الداخل الإيراني وهذه طبعا تضع ضغطا كبيرا على إيران ولكن على الرغم من هذه الانفجارات التي نتحدث عنها وعلى الرغم من التهديدات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة لضرب المنشآت النووية الإيرانية إلا أن إيران ردت اليوم وفي الصفحة الأولى من واحدة من أهم الصحف الإيرانية ووضعت إحداثيات كاملة جدا وضعوا خارطة إسرائيل بهذا الشكل وإحداثيات كل الأهداف التي يمتلكونها بدقة عالية جدا لمواقع عسكرية موجودة في إسرائيل ومواقع سرية وما المفروض أن تكون لدى إسرائيل وهددوا بصريح العبارة أي تحرك بسيط أو خاطئ سيؤدي إلى عملية ضرب هذه النقاط الموضوعة وأن الأهداف موضوعة وستمطرها الصواريخ مباشرة والتهديدات واضحة جدا فيها رد على الكثير من التهديدات الإسرائيلية وهذه الخارطة قد توضح لنا طبيعة اختراق إيران لإسرائيل والداخل الإسرائيلي ومعرفتهم بالكثير من التفاصيل التي تجري هنا ولكن المثير بهذا الموضوع بأن هذه الأمور والمواقع العسكرية في الداخل والخاصة وحتى المتعلقة في الاستخبارات العسكرية التي كشفت بهذا الشكل هي أصلا مكشوفة منذ أشهر والطرف الذي كشف هذه التفاصيل هو طرف ومصدر مهم جدا اسمه انتل سكاي بهذا الشكل هو كشف عن هذه التفاصيل وهذه المواقع العسكرية هم مختصين بهذه الأمور ومعرفة المواقع العسكرية وغيرها ليس فقط على مستوى إسرائيل كما تشاهدون هنا كما نشروه هنا في تغريدة رسمية لهم منذ أشهر وإنما السعودية الكويت كذلك اليونان وصربيا وهناك كثير من الدول التي سيعرضونها في المستقبل على هذا الأساس إذا ما ذهبنا إلى إسرائيل تحديدا وطبيعة الكشف اللي يسووا هم كشفوا عنها بهذا الشكل عشرات الأهداف شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وبالتالي هذه الصورتين وهذه الخريطين هي متطابقة تماما والطهران تايمز هي أخذتها من هذه الأهداف التي هي نشرت منذ أشهر ودليل على هذا الأمر إذا ما جئنا إلى هذه الخارطة وإلى هذه الأهداف وذهبنا جنوب شرق إسرائيل أو حتى جنوب غرب إسرائيل بهذا الاتجاه لكي نقارن هاتين الصورتين وأخذنا مثلا على سبيل المثال هنا الحدود كما نلاحظ بهذا الشكل أخذنا هذه النقطة وهذه النقطة اللي طبعا تجي بظهرها عدد من النقاط والإحداثيات للمواقع العسكرية وكذلك أخذنا هذين الاتجاهين طبعا بهذه النقاط كما نشاهد من هنا المياه التابعة إلى بحيرة الطبرية دعونا نبدأ أولا من هذه النقاط اللي أشرناها طبعا إذا ما اقتربنا من هذه النقاط سنلاحظ هذه النقطة وهذا هدف وهذه أهداف في الخلف دعونا نذهب إلى أنتل سكاي وطبيعة هذه الأهداف سنلاحظ هي متشابهة تماما نفس الحدود نفس النقاط نفس كل شيء هذه النقطة الهدفين وهذه الأهداف التي طبعا تقع خلف هذه الأهداف دعونا نذهب إلى الأهداف الأخرى اللي هي من نفس الخارطة لكي نتأكد لكي نعرف هذه التفاصيل بأن الأمر هو ليس حصريا بإيران وطبيعة ما نشرته الطهران تايمز هنا طبعا كما نلاحظ بهذا الاتجاه هذه النقطة وهذا هدف آخر وهذا الهدف تأتي أهدافا خلفه سنلاحظ بأنه تماما كانت القضية هي copy paste نسخ لسق لما حدث طبعا هذا هو الهدف وهذه هي الأهداف التي تقع خلف هذا الهدف وهذه طبعا الهداف التي جاءت بهذا الاتجاه لذلك الأمور هي ليست بالغريبة أبدا ولكن الغريب قد يتساءل البعض كيف لإنتل سكاي نفسهم أن يحصلون على هذه التفاصيل خاصة وأن الإسرائيليين هم دقيقون في هذه القضايا لديهم دقة عالية جدا في قضايا الاستخبارات وغيرها والمواقع كيف لهم أن يسمحوا لهذه المعلومات أن تكشف هذه القصة تعود إلى شهر ثلاثة من هذا العام ديلي ميل ثبتت هذه القضية بأن الجيش الإسرائيلي أو الإسرائيليين بشكل عام أخطأوا خطأا كبيرا بالكشف عن مراكز فحص كورونا في داخل إسرائيل هم كشفوا عن مراكز فحص كورونا بشكل طبيعي وكان شيء لم يكن ولكن المشكلة بأنهم كشفوا المراكز المدنية وأيضا المراكز العسكرية التي تتم فيها عملية فحص كورونا كشفت وجوه الجنود الإسرائيليين والضباط الإسرائيليين والاستخبارات وغيرها وكشفت الحدود وبالتالي كانت كارثة كبيرة جدا إلى درجة بأنها أرتس الإسرائيلية في شهر ثلاثة من هذا العام رأسا نشرت ووجهت سؤال إلى الجيش الإسرائيلي ما الذي يجري ولماذا كشفتم على هذه المواقع الجيش الإسرائيلي حاول أن يسرع في حذف بعض التفاصيل ولكن التفاصيل كلها أخذت إلى درجة أن انتل سكاي أخذوا هذه المعلومات منذ شهر ثلاثة من هذا العام واستمروا في تحليلها والشهر الماضي منتصف الشهر الماضي تحديدا يوم 15 داعش كشفوا بهذا الشكل عن كل المواقع وأصبحت واضحة في الداخل الإسرائيلي لكل موقع ولكل نقطة ولكل شبر وحتى الحدود وحتى المناطق المحيطة العسكرية أو حتى السرية أو حتى التابعة للموسات كلها انعرفت بهذا الشكل وبالتالي الأمر الذي جاهد به الطهران تايمز هو ليس غريبا أو حصريا أو اختراقا من إيران ولكن هذا لم يمنع من أن الإسرائيليين يبدون قلقهم من هذه القضية جروزلون بوست، تايمزوف إزرايل، ها أرد، يبعوث أحرانوت، كل الأوساط الإسرائيلية أبدت قلقها مما نشر في هذه الصحيفة ومن التهديدات يعني هذه عمليا كشفت وصار خطأ وانأخذت كل التفاصيل والآن أصبحت أهدافا مشروعا للصواريخ الباليستية الإيرانية ممكن في أي لحظة أن يتم ضربها فبالتالي نحن أمام تهديدات إسرائيلية لإيران في الأمور العسكرية وتهديدات إيرانية الآن إلى ضرب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قلق من هذا الأمر وقد تصل يعتقدون بأن الأمور قد تصل إلى هذا الحد خاصة وأن المفاوضات النووية حتى هذه اللحظة لا تبدو بخير يعني بالنسبة لإيران وبالنسبة للأوروبيين وكذلك البريطانيين أيضا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية من خلفهم هناك اختلاف في هذه القضية كبير جدا الأوروبيين يجدون بأن الشروط الإيرانية غير منطقية لا تطبق الوثائق التي قدموها غير معقولة وبالتالي أن إيران هي السبب في عملية إبطاء التقدم في قضية المفاوضات النووية من أجل منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية يجدون أن الخلل مع إيران حتى العنات في الكثير من النقاط المطروحة المختلف عليها ولكن إيران من جهة أخرى هي تجد بأن الأوروبيون هم الذين لا يتبعون الدبلوماسية وهم يحبون اللعب لا أكثر ولا أقل المماطلة هذا ما تفعله أوروبا وبالتالي قالوا نحن ببساطة نريد إلغاء العقوبات المفروضة علينا أرفع العقوبات التي هي لا علاقة لها في الاتفاقية النووية ونحن مستعدون للعودة إلى الاتفاقية النووية كما اتفقنا عليها في عام 2015 الولايات المتحدة الأمريكية هي من انسحبت ولا يهم من فرض العقوبات من أي إدارة كلهم بالنسبة لنا هي الولايات المتحدة الأمريكية شروطنا بسيطة وسهلة كبيرا المفاوضين الروس كشف عن طبيعة الخلافات الموجودة الآن في قضايا مهمة ومتخصصة وخاصة في عمليات متعلقة بأجهزة الطرد المركزية وغيرها وقال بأن عشرات الخلافات لا زالت موجودة واحدة منها كما تحدثنا الآن هي أجهزة الطرد المركزية ثلاثة نقاط في أجهزة الطرد المركزية التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم للوصول إلى القنبلة النووية جهاز الطرد المركزي الآن وين مشكلته واحدة من الخيارات دعنا ندمر أجهزة الطرد المركزية هذا خيار أما الخيار الآخر دعنا نفكك أجهزة الطرد المركزية على أن تبقى في إيران ولكن تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخيار الثالث وهو أيضا يعتبر بسيط بالنسبة إليهم ألا وهو بأن أجهزة الطرد المركزية يجب أن تخرج من إيران وانتهى الموضوع دعا تخرج إلى روسيا إلى أي بلد نتفق عليه ولكن يجب أن تكون خارج الحدود الإيرانية أما الخيار الرابع الآن الجديد الذي طرح والذي كشف عنه كبير المفاوضين الروس قال بأن الآن ما يطرح وما يناقش بأن تكون الأجهزة الطرد المركزية في فين تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحظ هذه نقطة من عشرات النقاط المختلف عليها في المفاوضات مشكلة حقيقية وبالتالي ولايات المتحدة الأمريكية في قلق وهي تتحرك بسرعة في ظل هذا البطء وفي هذا الخلاف اليوم أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وفي صريحة العبارة من يوم أمس بدأ يتحدث مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في حالة فشلت الجهود الدبلوماسية أصبحت هذه القضية أكثر واقعية بالنسبة للأمريكيين أما بالنسبة لجيك سولوفن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي اليوم وصل إلى تل أبيب من أجل مناقشة الخيار العسكري الذي طرحه رئيس الموسادر الإسرائيلي وبشكل خاص وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس عند زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يبقون الإسرائيليين في الصورة وأن يكونوا على الطلاع وأن لا تتصرف إسرائيل وأن يبدون التزامهم لإسرائيل بأنهم مستعدون أن يقفوا معهم في حالة أن هذه المفاوضات فشلت وتوجهوا إلى الخيار العسكري ولكن كانت هناك أخبار جيدة اليوم نوعا ما متعلقة بهذه المنشأة وهي منشأة كارج وهي منشأة كارج النووية التي هي تعتبر المنشأة الوحيدة لصناعة أجهزة الطرد المركزية التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم والتي استودفت في هذه النقطة في شهر ستة من هذا العام بطائرة مسيرة قادها الموسادر الإسرائيلي بشكل مباشر ودمرت فيها كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ما جرى اليوم من إعلان هو أن إيران اتفقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلاص أيتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عودوا إلى هذه المنشأة وتستطيعون استبدال كاميراتكم وتعودوا مرة ثانية إلى عملية مراقبة هذه المنشأة قد تبدو فيها بصيصا من الأمل ولكن لا زال هناك كثير من الخلافات العميقة وهذا لم يمنع الأوساط الأمريكية من أن تتوجه مباشرة مثل هذا الرجل هذا الرجل هو ماكس بوت أحد أهم الباحثين والكتاب الأمريكيين على الفورن بوليسي والواشنطن بوست الأمريكية بدأت تنظر الأوساط الأمريكية وواحد منهم بوت بدأ ينظر بشكل واقعي بأن ماذا لو فشلت الجهود الدبلوماسية ما الذي يجب أن نفعله وهل نتوجه إلى الخيار العسكري أم ماذا شوف شون اللي قاله قبل 48 ساعة من الآن ماذا لو فشلت تلك الجهود السلمية يتساءل لقد عشنا مع الأسلحة النووية في أيدي أنظمة بغيظة مثل الاتحاد السوفيتي روسيا وكوريا الشمالية والصين ويمكننا أن نتعلم إذا كان لابد من ذلك كيف نتعايش مع إيران نووية أيضا علينا أن نتعايش لا خيار لنا لا نستطيع ضرب إيران جربنا مع العراق جربنا مع أفغانستان ومشارعنا في العراق وأفغانستان فشلت هو يأتي من هذا المنطلق وبالتالي دع دونالد ترامب هو يتحمل مسؤولية مقام به من انسحاب من هذه المفاوضات من هذه الاتفاقية النووية وتداعياتها وهذا من أجل ماذا من أجل التركيز على الأعداء الذين اجتمعوا اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس الصيني في قمة مهمة جدا اجتمعوا بهذا الشكل من أجل توحيد الجبهات والجهود في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وفي مواجهة حلف النيتو وكل التوجهات التي تأتي ضدهم والعقوبات التي يريدون أن يفرضوها عليهم وبالتالي نحن أمامه ظروف ليست بالسهلة هي تمر على المنطقة بكل تأكيد وعلى الوضع الإيراني وتظل الأسئلة هل بدأ التواصل الآن بين إيران وبين دول العالم من أجل الوصول إلى طريق جيد وطريق جديد في قضية المفاوضات النووية أم أن الأمور ستعرقل من جديد؟